ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ لو أنا نسيت اللي أنا أسمي هل وضوء يباطل؟ أو تعمدت اللي أنا ما سميش هل وضوء يباطل؟ بص يا أخوان المسألة دي اختلف فيها لعلماء على قولين القول الأولاني أنه يجب التسمية عند الوضوء وده ماذا بالحنابلة؟ وفي علماء قالوا يستحب فقط مش يجب ولا حاجة التسمية قبل الوضوء وده ماذا بقى الجمهور من الحنافية والمالكية والشافعية؟ القول الراجح قول الجمهور أن التسمية مستحبة يعني أنت لو دخلت توض نسيت أو تعمدت حتى ما تسميش وضوءك صحيح إنما يستحب بس اللي أنت تسمي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقى لما كان بيعلم رجل الوضوء قال له إيه؟ قال له توضأ كما أمرك الله حديث صحيح فشوفنا ربنا قال إيه؟ ربنا أمر بغسل الواجه واليدين إلى المرفقين ومسح الشعر وغسل الرجلين إلى الكعبين بس ما جابش يصير التسمية فتوضأ كما أمرك الله فلإن ربنا ما أمرش بالتسمية إذن التسمية مستحبة وليس واجبة تقول بس إحنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو الحديث ده حديث صحيح على الراجح لكن المقصود منه لا وضوء كامل محمول على نفي الكمال مش نفي الصحة يعني الوضوء بتاعك يبقى كامل وأفضل وأكمل لما تسمي إنما لو ما تسميتش بقى وضوء ناخص لكن وضوء صحيح فحمل على نفي الكمال وليس نفي الصحة خلاصة التسمية قبل الوضوء مستحبة ومن تعمد أو نسي إن يسمي قبل الوضوء فوضوء صحيح ولا حرج دعم الفيديو بشيره عليكم وإشارة في القناة شوفكم مرة الجاة والسلام عليكم